أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معنا ديف من التعلم سري من أسرار المهنة بتاعكم بس قبل ما تخل في الموضوع بتاعي أصبح طبعاً على أستاذ آية قولها حمد الله على السلامة طبعاً انتهيت من الامتحانات وشرفتنا النهاردة صباح الخير يا سيد آية صباح النور يا هندي وصباح النور على أستاذ المشاهدين أهلاً وسهلاً بديكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة طبعاً من نتكلم عن هندي ميد من نتكلم عن الفن والرقي من نتكلم عن الأحلام واللي ملهجته مش هتقل في موضوع حلقتي كالعادة بسيبه للنجمة واللي تقال لك يا أستاذ هين عرفين يا أستاذ المشاهدين النهاردة معنا بتجي كله بيتكلم عن هندي ميد ولما بنيجي نتكلم عن هندي ميد مش مجرد بتجي تعامل كده وخلاص لا جهد وتعب معنا شاب طموح قدر بالموهبة بتاعته أنه هو يحقق على إعجاب واحترام الكل البيتش بتاعنا النهاردة مفاجأة للكل مش طبعاً مش هتخل في الموضوع كالعادة وأسيب أصحاب الشهن هم يتكلموا معنا ومعاكم صاحب بيتش زيس فوريو أستاذ أحمد رجب أهلاً وسهلاً بحديك أستاذ أحمد أهلاً وسهلاً بحديك أستاذ أحمد منوارنا في أصالح الحياة أحمد في بداية حقيقتنا عوزين تعرفنا تعرف نفسك أستاذ أمشاهدين وتعرفنا أكتر عن شبه أنا أحمد رجب بدرس هندسة كهرباء في سنة تانية وإحنا البيتش دي أصلاً إحنا بدأناها كانت كهوية كنا كتجربة بس كتفكرة في الأول إحنا كنا مهتمين بالخط العربي وكنا بنكتب بحاجات زي لوح أو شاهدات تأدير وحاجات زي كده كنا بنستخدمها برضو للغارة التاني بس فجات فكرة المرسيل الهند ميد دي بعد كده كنا برضو أخدنا كهوية وكنا مبتدئين خالص في الموضوع بقنا ناخد أفكار نستطرح علينا أفكار برضو جديدة وكده بدأنا نطور من الموضوع هو الموضوع كان في الأول خالص إن احنا كنا عاملينه لنفسنا بس مش أكتر بس بعد كده لقنا الموضوع نجح وانتشر جامد وتشهر وناس بقى فيها عليه طلب يعني جامد وكده فبدأنا بقى نطور في الموضوع عملنا صفحة الإنستا وعملنا صفحة الفيسبوك وبدأنا بقى نساوق للموضوع أحمد عايزة أسألك في حاجة حكاية كلمة المرسيل دي سمعنا عنها من قديم الزمان وكان يا مغنيين كانوا بيتكلموا أكتب مرسيل وكده فطبعا أن أنت تعمل الحاجة دي تترجحها تاني بالجمال وبالخط ده يعني ده شيء جميل جدا بالضبط هي فكرة المرسيل هي كانت من زمان طبعا وما كانش حد بيشتغل في المرسيل دلوقتي بعض الصفحات يعني كانت برضو بتشتغل في المجال ده بس إحنا كان أخدنا طريق إن إحنا نشتغل بأفكار جديدة زي إن إحنا ناخد اقتباسات من أفلام أو أفلام ديزني مثلا اقتباسات جمل من أغاني وكده وصور على حسب برضو لو حد مثلا طريب فكرة جديدة فبدأ الموضوع ينتشر عن زمان يعني كمان يعني بدأ بقيت أفكار جديدة فالموضوع انتشر جاني أكيد أحمد إن ده بتدرس هندسة تمام؟ إيه اللي جاب هندسة للهند نود والرسالة؟ هو ده مجال طبعا وده مجال أكيد أو بالضبط هي الهند تعلمت المجال فيه يعني؟ هي المجال المجال أو فكرة تجتلك الآن أو المجال هوية أصلا هو هوية حتى الخط العربي أنا أصلا لما تعلمت وكنت متعلمه عن والدي من صغر أكو إلي أو من صغري أصلا هو يعني والدي بيكتب خط عربي فأنا تعلمت منه يعني حتى ما درستش الخط وكده فأنا واخده عنه يعني ما بكتبه وكده بعد كده حتى فكرة المرسيل أو شغل الهند ميد كان كهوية وحاجات مثلا حتى كانت أصلا الفكرة دي طلعت في فترة الكورونا إحنا بدأنا نطور منها مجال الهندسة هو مجال تاني أنا كنت مصرر أن أنا هندسة حاجة أيوة أنا كنت مصرر بس هي هو وخدها هواية وخدها هواية هو وراسة كمان والد ما شاء الله عليه خط ممتاز يعني خط عربي خط عربي أصيل لقينا أستاذ أحمد بسم الله ومشاء الله هو بقى مجال هندسة ده أنا كنت يعني كنت من وأنا صغير كنت عايزة أخش كلية هندسة فالحمد لله يعني ربنا وفقني أن أنا دخلتها فبعد كده بقى المجال ده كان هوية مجال الهند ميد يعني أنت من صغرك وانت بتحب الهند ميد بتحب الكتاب بحب الهند ميد وبحب الخط العربي وبرضو كان نفسي خش هندسة يعني المجالين متوافقت ما شاء الله برضو في مناسبات يحمد عايزيك برضو تتكلمنا عن المناسبات اللي هي مطلوب فيها شغلك هي أكتر أكتر من مناسبات كنت بتبقى عياد ميلاد يعني مثلا لو حد عايزي هدي حد بهدية فبيعمل له مرسيل من دي بتبقى على أي فكرة هو طرحها يعني هو لو مثلا فيه في دماغه فكرة معينة عايزي يحط صورته هو ومثلا اللي هيعمل له عياد ميلاد هو والتي دي صغير هو بالزبط أو فيه مثلا أفكار برضو بتبقى أفراح مثلا لو حد هو هو وزوجته مثلا حد مثلا عايزي هديهم كده الأفكار التانية برضو كان فيه ناس بتطرح اللي هي أفكار جديدة زي زي التابلوهات كده يعني حاجة زي كده أو زي بورتري مثلا أو برواز مثلا حاجة زي كده فإحنا بنعملها ندميت كانت فكرة جديدة صراحة فنفذناها مرة بس نجحت معينة يعني الحمد لله أول حاجة عملتها كانت إيه أول حاجة نفذناها كانت مرسال يعني أول حاجة عملتها وحد عجبه وقال لك قادي جميلة هي أول حاجة أول حاجة أنا بدأت فيها في المرسيل خالص كانت جملة من أغنية أم كدثوم نعم بس صورتها كانت كان لك معي أجمل حكاية حلوة طبعا كانت مع صورتها وكانت يعني انتشر الجامد برضو أنا كنت في الأول أصلا الموضوع كان بين صحابي وبين الناس اللي عارفين الأرائي انت تعبيني موضوع صحابك لكن التالس انتشر لما انتشرت بقى بعد كده أولا ما عملنا الصفحات على الأنستة وعالفيس بعد كده الموضوع انتشر جامد فهو كان ده أكتر مرسال كان عليه الطلب وأنا برضو عايز أقولك حاجة يا أستاذ إياه هو أحمد موهبته اكتشفت وعرفناها كلنا أيام كورونا بزبط لما كان قاعد أيام كورونا كلنا كنا عاديين في البيت وفجأة لأينا بقى ده مسك وراء وقلاء بزبط هي فترة الكورونا هي فعلا اللي أنا يعني نفست كل الكلام ده فيها يعني عشان ما كانش فيه أول حد يا أحمد أكيد بصوا في حياتنا يقول فيه واحد بشجعنا بزرع نحنا نعمل الحاجة اللي بنحبها أول حد شجعنا هو حقيقة مش هو واحد يعني هما كل صحابي يعني أنا أول فعلا مرسال اللي عملته فأول ما عملته يعني طرحت على صحابي وكده فكلهم شجعوني صراحة كلهم قالوا لي كم طيح أحمد معانا سور لحضرتك ويرت تعقب عليها دي اللي هو كان بقولها ايه؟ مرسيل اه بالضبط دي بقى خطباسات من أفلام ديزني مثلا زي أفلام كرتون اه بالضبط ده ظرف يا أحمد يعني ظرف ممكن تحط فيه حاجة ولا هي؟ بالضبط اه بيبقى هو هو الشغل المنبره ده ممكن كمان يبقى عدية كده نحط فيه العدية بالضبط ايو احنا كنا بنعمل برضو الشغل ده في العيد اللي فات حاجة جميلة جدا بالضبط هو كشكل من بره ده انت زي ما حضرتك تتطلبي يعني بيبقى مثلا الشكل المنطوب وكده تتبي فيها مثلا معايدة الحد بص الخط الخط أصلا يعني يعطبر هو خط ايده ما فيش حدي ولا آلة ولا مكنة ولا اي حاجة وغير كده ما درس الموضوع يعني لأ ما درسه عشان تتعلم الخط العربي يجب ان تدرس اه بالضبط هو انا برضو يعني مش يعني برضو ما اتقنتش الخط العربي على اصوله بس هو الحمد لله ان هي يعني من غير الدراسة ولا حاجة بس هو طبعا انا احتاج ان انا اطول فيه برضو اكيد بص يا احمد انت حابب الموضوع علشان كده بدأت ان انت تحط المزيد منه بحيب تمشي فيه وتكمل فيه الحاجة اللي انت بتحبها هتنجح اكيد بالضبط ممكن متابعة شوية بس برضو بتلاقي فيها بديمشي اغوف بيها واكيد ان انا هاتمح ان انا اوصل لحاجة اعلى فهتنجح وطالبه ما فيه حد بشجعك وانت شاطر في الحاجة دي فغلا بالضبط اكيد صح ايه الحاجات الغريبة اللي اطلبت منك طبعا انا عرف حاجات inanت طلبت منك غريبة صحة طبعاً حاجات غريبة وكان فيه حاجات مكانشينفعة تتنفز عنشان يعني فيه مش غريبة بمعنة غريبة بس هي الحاجات الغريبة الليي她تنفلت كانت يعني هي كانت مثلاow ممكن يطرح لهاwwww مش مش ادري استوعبها استأذنك معنا امه دخل... صباح الخير يا ستاة حنين صباح اللي منورة الدنيا معانا النهاردة بقى بيجي رائع ومتقلق ايه كلمين عنو صحفة جدا شبه العظيمة بكثة ان شاء الله شبه اللي رفعه يعني الشغل الاسبارتي بتاعته حلو جدا وافكار اللي بيها ايه رايك في الخط؟ ماذا؟ اهو تفصي عربي بشكل جدا شاء الله كلمينو عنو شوية يا استاذ انت عملت ايه معاة عشان كده عد بك اوي قلنا بتعدي وقيدنا عياضي لان نجيل لان المراسين بكتبقى المراسون بخطورة مثلا قدل اللي في لابتك نقم بكتب كلام باكتبه نتجيل لانتجيل مالتجي فالعورة تجيله جميل جدا جميل 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 نرجع الحاجات التي طلبت منك الغريبة بالظبط كان حد طرح فكرة الموضوع ان هو بيطرح فكرة شايفها من منظوره هو ان هي سهلة بس هي الفكرة أن هو بيبقى مثلا المتيري اللي هو عايز هيبقه اللي هي زي ايه المسorte اليحمد يعني حدد ايه اللي يطلب مني فهي يعني أكتر يعني هي مش غريبة يعني بس يعني مجالكui حاجة زي مثلا now flavour ان reago you to loo 果 شكرة الايام هو كان غريب في الشكل يعني هو كان ممكن يطلب شكل غريب مثلا يعني مش الشكل المعتني اللي احنا بننفذه بس اللي بتبقى مثلا بالنسبة لنا فكرة غريبة بس احنا بنحاول ان احنا ننفذها عشان برضو تبقى فكرة جديدة بالنسبة لنا بترضي العمل ابتوع بالضبط اه يعني بنحاول برضو ننفذها في الاخر احمد بلايك صعوبات في حياتك اكيد اه اكيد يعني بلزاك في الشغل الخط العربي هنجيز هو الصعوبات في المجال نفسه ان انا اقدر اوفق ما بينه وما بين الدراسة بالضبط بصوص ان الكلية صعبة بالضبط اه وطبعا يعني تسليمية وحاجات زي كده فبيبقى المطلوب برضو الواحد ان هو ميقصرش في الكلية وفي المطلوب منه فبرضو الواحد دي برضو صعوبات بتواجه ان هو يوفق ما بين ده وده حتى انا فيه فترة برضو ساعات فترة الامتحانات لازم يوقف برضو شغل بنوقف شغل عشان نهتم برضو بفترة الامتحانات وكده يعني انت بتسمي كل حاجة خطوبة جماز اي حاجة الحمد لله يعني كل حاجة اي حاجة بتطلب مننا بننفذها انا عايز اقولك ان احمد اصلا لسه مخلص امتحانات اول امبارح يا احمد اه بزبط انا و هو بنوض نتكلم عن الحلقة وكده وبالرغم عن كده كان نفسه يقال لي لا لازم هاجي الحلقة وان شاء الله الحلقة هتكامل كويس بالرغم الصعوبات اللي هي كانت مواجهة والضغوط بتاعت الامتحانات بزبط اه بصي احمد شاب صغير اكيد ده حاجة الطموح وفي بداية مشواره عمل حاجة كويسة يعني اكيد انت لما دخلت على البيتج وشفتي لايتي حاجات جميلة تستحق ان احمد يكون معنا هنا فيها طبعا اصرار حياة شرف دي بجد يا احمد انا اتشرف دي بجد يا احمد احمد برضو عايزيني فكرة جات لك ازاي الفكرة نفسها لان انت من صغرك بتقول انا هاوي الحاجة دي انا هاوي الخط العربي نفسك احمد مدخلتك كتيرة معنا مدخل عبد الرحمن الو سيد نوري فاندم سيد نوري فاندم صباح اي حاجة معنا طبعا السيد احمد رجب اه طبعا طبعا اكيد اكيد طبعا اه قلنا بقى اين لعجوك في البيتجي بتاعه اه اه دي انا بقى افتر حاجة عجبانية هي الثلاث اللي موجودة عند احمد طبعا يعني حيثة انه هو انه هو بيستجل الثلاث بالساعة انه هو مش بس يعني مهندس سطر اه انه هو بيستجل الثلاث بالساعة من كريت هي زون بزنف فهو انا دي اقول ان احمد اتركه يعني اه 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 اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد هو شاب طموح ومكتهد وان شاء الله ربنا هيكتب له النجاح باذن الله اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله ربنا وفاه يا رب نشكر حضرتك كافانا نرجع يا احمد للفكرة انا بقولك الفكرة جهتك الجاي انت بتده زي ما أقول لحضراتك كده هو الخط العربي نفسه الخط العربي يعني خصوصا هو اللي لنا تعليمه صعب اه طبعا تعليمه صعب صعب ان انت تتكلم وخصوصا يعني هو كتحسين خط أصلا نفسه صعب يعني هو لو الشخص أصلا خطه مش كويس فهو فيه خطوة طبعا هو يحسن خطه يتبع هو كراسة خط كان بديمها زمان يقصد الزب بالزبط اه يعني مستحيل ان انا اعرف اكتب زمان هو طبعا خطو القول ان هو الشخصي بقى خطو كويس حتى لو خطو مش كويس ممكن يحسن خطو بعد كده يبتدي يتعلم خط العربي عشان هو طبعا يقصوله وصعب اكثر الدرجات كنت بيتجيب بيها الخط طبعا انا اصلا كان اغلب صحابي برضو كان لما حد يحتاجي يكتب حاجة او كده وبكتبها له يعني عشان هما يعني ايه كنت معروف ما بينهم يعني ان انا خطي كويس وكده احمد لو هتكتب رسالة للشاب مثلا هيقدمها الخطط تاخد خلال قدئية لا هو يعني كمرسال المعتدل اللي احنا بنعمله كاي بقى فكرة هو طرح علينا يعني شوان بقولك الكرام ولا انت بجيب الكلام اللي عندك لا هو انا كلاقي فيه طبعا كلام عندي يعني أنا طبعا يعني الجروب بتاعنا طبعا بيبتكروا حاجات كل يوم هو لو طرح علي فكرة انا بنفزها اي جملة هو عايزة انا بنفزها عشان هو كده كده في الاول في الاخر هو هو اللي هيقدمها بالضبط هو اللي هيقدمها فهتبقى هيه بالنسباله هو وكده يعني ايه لو سألته خطبته يفهم ايه اللي مكتوب ايه اه بالضبط اه طبعا صح جميل جدا طبعا احنا بنتكلم عن شغلك والمجهود اللي انت بتعملي بس اكيد في اي شغل بيوقت فيه عقبات ومشاكل ايه الحاجات اللي وجدك المشاكل سبك بقى من الطلبات الجريدة اكيد في شغلك في البداية وجدك مشاكل صعبة في بداية طريقة كلمنا عليها بقى كده في الاول ما بدأنا الصفحة كانت اصعب حاجة بنسبالنا ان احنا نسوق شغلنا يعني احنا كنا شايفين يعني ان احنا ما بنسوق الشغل ما بين صحابنا ده مش كافي يعني كنا عايزين نقدر ان احنا نسوقوا للناس كتير يعني مثلا اكبر قدر من الناس يشوفوا الناس تطلبوا كده فكنا اكبر خطوة بالنسبالنا ان احنا نشوف شركة شحنة مثلا دي خطوة عشان المحافظات وكده عشان حاليا احنا شغلين في القايرة بس يعني المحيط بتاعنا بس هو اللي احنا شغلين فيه اما بالنسبة للمحافظات وكده احنا مجربناش نشتغل في المحافظات فكل ده بالنسبة لنا يعني لسه او لسه بالضبط عشان احنا لسه برضو في البداية لسه في البداية او فكانت يعني احنا مثلا يعني اكتر حاجة يعني صعبة بنواجهها دلوقتي طبع عشان نشوف شركة شحنة عشان يعني الشغل هندميد نفسه اصلا بياخد وقت يعني هو عشان صعب طبعا فبياخد وقت فان انا اصلا يعني وقت وتركيزه وقت وتركيزه فهو لو فرضا ان هو مثلا ممكن يتنفذ من يومين لثلاث ايام والشحن نفسه مثلا ممكن ياخد اكتر من كده فبيقى صعب بالنسبة للعميل ان هو يستلم الشغل في وقت كبير فهم اصلي وعندنا حاجة انا عاوش الحاجة النهاردة بالزفد اه هو لو هو عايزها النهاردة هو في المحيط بتاني انا اقدر اخلاصه في القاهرة في القاهرة اه انا اقدر اخلاص عادي بتودها له لغاية عنده يا احمد ولا في حد منضوب مثلا بيودها احنا حاليا احنا متعملناش مع اي شركات شحنة خالص احنا كنا زي ما قلت حضرتك اده الجروب بتاعنا ممكن نقسم اه احنا ممكن نقسم نفسنا حد يخلص الشغل وحد يسلم وكده اغلب التسليم بيبقى في المترو يعني محطات المترو بس فمتعملناش مع شركة شحنة خالص ولا منضوب شحنة على اي حاجة يعني بنحاول بس الخطوات الجاية ان نطور من نفسنا الاول وبعدين نشوف خطوة شركة الشحن احنا انت بتدرس هندسة مجال صعب جديد ازاي تقدر توفق مبيني هندسة ومبيني شغلة هو صراحة يعني برضه هو يعني اكيد عشان برضه اه 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 تام بالصفحة Fallout فبقى في تأثير في الكلية- طبعا وعشان برضه اه rاشان برضه نطور على الشغل فلازم يقى في تأثير bs صراحة باوقت الامتحانات والفترة دي لازم نلتزم بيلت توقف- اه 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 لازم نلتزم ونوقف عشان اصلا التين بتاعي كله بيعا كلهم اه با قديم ده برضو مستقبلة البحث تذهب fence لا وكمان بيدرس هو شعوبة كهرباء اه بالضبط فطبعا الشعوبة طبعا صعبة يعني مش سهل ان هو ان يدرسها او يشتغل هنا وهنا فهو بص من ميزة احمد ان هو بيحب يركز في حاجة واحدة انا عاوزة اقرب برضو ازاي بيرتب نظامه بيرتب وقته احنا يعني ممكن هو بنسبة ان احنا منضغيه وقت كبير جدا يعني هو فضبة الشباب دي احنا منضغيه وقت جامد بحاجات تانية بس بالنسبة للشغل هو احنا المشكلة ان احنا تعودنا على الضغط يعني احنا لازم نضغط عشان نذاكر مثلا يعني لازم نتراكم علينا حاجات عشان نبدأ نذاكر فيادي طبعة في اي حد يعني فاحنا ممكن الشغل مثلا نفزه بنفزه عادي بالليل اليوم بيتقسم زي لو في جامعة طبعا عادي بننزل بعد ما بنيجي بنخلص التسليمة ببداقتنا وبنكمل شغلنا بس الشغل ما بيقاش في كل ايام الاسبوع احمد انت بتقولي دلوقتي بتكلمني على الفريق بتاعك طب الفريق بتاعك انت مقسم الشغل ما بينك وما بينهم بس مش كلهم بنفس الموهبة بتاعتك بالضبط يعني انت الوحيد هو بالنسبة للشكل العام انا اللي بخلصه اه احنا بالضبط هو انا بقفل الشغل هو بقى كل واحد بيبقى لي احنا حوالي ثلاثة او اربعة يعني ساعات ممكن لو حد فاضي منهم عندهم متحانات وكده بنبقى نجمع كلنا التين بتاعنا انا بقفل المرسال عادي لو فيه بقى مثلا شحن قريب يعني لو فيه محطات مترو قريبة لو حد يستلم فيها فاقرب حد لمحطة المترو دي مثلا ممكن ياخد يسلم يعني مش شرط ان كل واحد ملتزم بحاجة يعني مثلا لو انا بقفل يبقى فيه حد مثلا يسلم فيه حد بيزبط بيتابع مع اللي يستلم كده بالتليفون او فبالضبط مش كل واحد ملتزم بحاجة فما يقومش بالدور التانية انتو كلكم مع بعض بنتساعد بعض او يعني هو في الاول في الاخر يعني عمل مختراق ما بيننا يعني مش هي اهم حاجة روح الفن او بالضبط اكيد اكيد اهم حاجة لان كلكم لو مش متطفكين مش هتتحققوا النجاح بالضبط اكيد لازم تعاون او اكيد ايه بقى المناسبات برضو اللي انت مهمة فيها المرسيل جرق لعياد الميلاد والزواج والحاجات دي يعني عرف كده لمشاهدين الحاجات اللي انت تقدر تقوم بيها الحاجات اللي قدر اقوم بيها هي زي ما قلت حضرتك كده المناسبات للجواز بقى او خطوبة وكده عياد ميلاد ممكن مثلا بيبي مثلا للسنوود حفل التخرج حفل التخرج بالضبط حتى احنا اخر مرة او فيه بنامج برضو شهادات تقدير يعني شهادات تقدير هند ميد فدي بتبقى شكلها جديد يعني بتبقى برضو انها جديدة من نوعها يعني كان فيه طلب عليها وكده بالنسبة مثلا لحد عنده حضانة وبيسلم مثلا من اطفال شهادات تقدير فدي بتبقى جديدة يعني وهتبقى ارخص كمان من هي تروح للكمبيوتر وتدي له استهادة ويكتبها هتبقى اشيك بالضبط اه هو ميزة الشغل الهند ميد انه هو اللي بياخده بيحتفظ بي يعني هو يعني عن غيره مثلا حاجة مطبوعة فدي حاجة معتادة انا عندي المطبوع عادي في البيت اما بالنسبة للهند ميد ده بيبقى شغل قايم فاللي بياخده بيحتفظ به فبتبقى ذكره حلوة يعني بداية يا احمد فكرتك وشغلك يعني ان انت تشتغل بجد في الفط العربي كانت من انت كانت البداية 2019 يعني بعد ما خلصت سنوية عامة يعني هو بعد ما خلصت سنوية عامة كده قبل سنوية عامة كنت مجرد هوية او مجرد هوية او بالضبط بعد كده كانت كل مجرد افكاره في البيت وكده بس فترة الكورونا بس هي بالذات هي اللي ابتدينينا فيها شغل جد يعني ابتدينينا بقى نصح الافكار الجديدة اللي عندنا ونسواها تبترجعنا لأيام الزمن الجميل اوه لما كان المرسيل اكتب مرسيل وابعت مرسيل محمد روج دي طبعا فالموضوع مختلف مش صعب جدا ان احنا نلاقي دلوقتي المهنة بتاعتك دي او الهوية بتاعتك دي انه هو يكتب اوه بالضبط اوه احنا بنكتسب افكار جديدة كتير منك يعني فهو اكيد برضو سبب اكيد اكيد زي ما هو عامل لحاجات وحشة برضو هو عامل لحاجات كويسة جدا بالضبط ايوه صح احمد شاب بجد جميل جدا جميل ومقتهد جيد جدا وقتك تقدر تملاك كتير جدا من الحاجات المفيدة جدا انت جميل يا احمد الخمات والمتيريا البقى بتلقى متوفرة بتنزل بقى وتشتري الخمات والمتيريا يعني بننزل نجيب حاجاتنا كلها مرة واحدة فالحمد الله يعني كل المتيريا اللي بنشتغل بها متوفرة ومفيش اي حاجة مثلا بنواجه صعوبة في ان احنا نجيبها يعني المتيريا كلها اصلا بسيطة الورق الكرافت اللي احنا بنشتغل بها المرسيل الصور كده كده احنا بنتبعها عندنا الجمل طبعا الاقلام ايه يا احمد يعني شايفة الاقلام خط عديدة زي لا لا اقلام خط اقلام خط عربي اقلام بتبقى اقلام بوس واقلام اسمها اقلام تمار وبرضو احنا بنستخدم الاقلام اللي هي الفلوم مستر بس اللي هي الخط العربي دي بالضبط بس دي الاقلام بقى اللي بنشتغل بي عشان هي دي اقلام متخصص اصلا للخط العربي يعني له اقلام متخصصا مش كل LAM اه بالضبط اه مش كل الاقلام وبتبقى مقاسية طبعا بتبقى مقاسية نص واحد واثنين وتلاتة تنزل بنفسك تجيب الماتيريال وتجب الاقلام بالضبط اه الائلام من مكان طبعا والماتيريال من مكان بس بس مسكة الالم في البداية مسكة الالم كان خط العربي اولا يعني اكلتنا كتير جدا اه صعبا الآن لمسهلة خالدة انا امسك غيرك والأكتب بيه بالظبط يعني أنا عقبال أصلا ما بدأت أشتغل في المرسيل وكتب بجد يعني وخط وكده يعني أنا صغير بكتب خط عربي أه بس بالإلام العادية بس إلام التمار وإلام البوص دي تديني نكتب بيها أه صعبة جدا يعني هي عايزها تدريب وكده حصل أخطاء غير كده لتمثل في مسك الألم العادي أه بالظبط دي مسكة ودي مسكة تانية خالص الوقت بقى اللي أنت بتاخده في أي حية بيختلف من مرسال لمرسال ولا هو وقت معين لا هو بيختلف له في العدد هو المرسال لواحد مثلا ممكن أن أنفزه في يوم عادي يعني يوم بحلو يحمد؟ لا مش يوم كامل يعني في اليوم يعني لو حضرتك تلطين نهاردة تستلمي عادي النهاردة لا أنا أصدع الوقت الوقت اللي أنت تمسك الألم كده وتكتب فيه الوقت إيه؟ لا المرسال نفسه ممكن يأخد معين نصف ساعة مثلا عشان طبعا عشان طلعه بدقة فيه ساعات لازم يحصل غلطات أكي طبعا طبعا الشغل من الأول الصور الحاجات دي أصلا بتبقى كلها يعني طبقات على بعض فدي بتتلزق على دي كده كده فبتاخد وقت يعني مثلا ممكن تاخد نصف ساعة لمرسال ولا حاجة لو حاجة أكبر بقى مثلا شهادة تأدير أو كده ممكن تاخد معنا وقت زيادة شوالا أكيد طبعا على حسب الكمية وعدد اللي حسب الكمية بالضبط وعدد ما زجون طالب بص وعلى حسب برضو كرام يعني أنا أكيد طالب سطرين غير أكيد غير مثلا لو حد طالب صورة مثلا طالب منك كميات قبل كده يا حمد أه طالب كميات بس ما كانتش كميات كبيرة يعني هي أفضل كميات طلبت مننا كان حوالي عشرين كانت دفعة واحدة يعني كانت إيه هي يعني كان جمل كتير جدا من أفلام ديزني أفلام بقى أظروف برضو هي مرسيل كلها مقاس واحد وكلها شكل واحد وبنفس الورق الكرافت اللي احنا بنستخدمه بنفس الخط العربي بس بقى كل الصورة من كارتون مثلا مع جملة كده بياخد وقت وتعب تأكيد ورقي مع الكلام حاجة طبعا بالضبط أحمد كتبت حاجة بولدتك كده أه أكيد فايد يعني كتبت لها بقى الجمل مثلا يعني كلام على كعبها طبعا وعلى أكيد طبعا هي لها هي الشيء الأساسي أهو هي والدت شجعوك أهو طبعا هم شجعوك هم اللي شجعوك ونموا المهارة اللي عندها بالضبط أكيد تعبتهم يا أحمد أكفاية كلية أصلا كلية الهندسة بالضبط الله أهو هي الأخداء كفاية بالضبط والله وقالت لأ أنا طالب وهقعد في البيت وأهلي وأهلي اللي هيسرفوا علي وكده لا بدأت أن أنت حتى لو مصدر الرزق ده واحد في المئة من اللي هم طبعا بيعملوهم بس ما استسلمتش للواقع اللي أنت فيه وده شيء برضو كويس يعني إحنا بنشوف شباب دلوقتي قاعدة على الأهاوي وشباب قاعدة هنا وقاعدة هنا وضربت أناش ولك ما فيه شغل لا الشغل موجود بس أنت فكر فكرة تعمل إيه أكيد في مهارة جواج بس أنت طبعا لازم تفكر وتحسبها صح بالضبط تحسبها صح أكيد طبعا أحمد عايزين نصيحة ليه يعني تقدم نصيحة للشباب اللي نسل هو أكيد كل واحد فينا جوا موهبة يعني بس لو حد يعني مثلا ممكن ما يكونش وصل لأنه هو يكتشفها أو هو مثلا ما عندوش ما عندوش مثلا الطاقة أنه هو يكتشف الموهبة اللي جواه مثلا هو اعتمد خلاص أنه هو يعني بقى إيه بقى في حالة كسل أو في حالة أنه هو مثلا زي ما حضراتك قلت أنه هو بيدرس مثلا إحنا كنا كده في الأول برضو أنه إحنا بندرس فشايفين إن إحنا كنت في سنة برضو يا أحمد صغير كنا صغيرين لكن لما كبرت وبقدت ناس أنه أنت مش بديتكسف على قلي هتمدي مقيدك لبابا وتقوله أنا عايز المصروف لا أنا خلاص كبرت كل يوم عن يوم المصريف بتزين آه طبعا فبدأت حدا كويسة أو بتدينا بقى يعني عشان يعني شوفنا طبعا الوضع اللي إحنا فيه فاكتشفنا إن الموضوع هيساعدنا طبعا فاشتغلنا فيه بقى يعني قلنا طبعا لو هيساعد هيساعد بواحد في المية حتى أكيد بتساعد والدك بتساعد والدتك هم أول ما طبعا الأصل وكل حاجة وهما اللي ساعدوني في الأول وكل حاجة بس وحتى لو يعني زي ما حدركم قلت لو واحد في المية هو برضو إن كفاية إن الواحد برضو بدأ يعني بتساعد نفسك بتساعد نفسك ما شغلتش نفسك باللعب والنت لأ شغلت نفسي بحاجة مفيدة بالزبط أيها اللي هي تخلي أهلي فخورين بيه بمعنى أصح بالزبط ما شاء الله عليك يا أحمد أحمد برضو عايزين نعرف لو حد عوز يتواصل معك تواصل إزاي التواصل على الصفحتين بتوعنا على الإنستجرام وعلى الفيسبوك وبرضو بالتواصل من خلالهم حاطين برضو أرقام الواتساب لو حد عايز يطلب من خلال الصفحة دي أو خلال الصفحة دي أو عارقهم التليفون برضو بترد على رسالة على طول أهو على طول يعني مفيش الهي مش خال لا لا هم طبعا التيم بتاعنا كل واحد برضو ماسك حاجة فاللي بيرد برضو على الصفحة جاهز يعني معي مداخلة يوسف ألو أيها أستاذ يوسف أهلا وسلام بحضرتك أهلا بحضرتك منوّرني يا فندي في أسرار حياة الله يخبرك معانا أستاذ أحمد رجب آه تمام تكلمنا عن شغل أستاذ أحمد يا فندي نعم تكلمنا عن أستاذ أحمد شوية وفكرته وشغله الجميل ده آه والحقيقة يعني أحمد كان البداية مش بادئ اللي هو موضوع شغل كان بيعمله لأصحابه أكتر أو كهداية مش أكتر تمام آه هو كنا عادين بنتكلم فبيقول لي ما إيه رأيك مثلا أعمل موضوع ده أكبره أعمله على شكل كيج أو كده آآ صراحة هو لقيته في الأول مش قد كده يعني مش بيجاه معا الكتب بس بعد كده لما اتطنع هلأ تمام وعملها تاني يوم وآآ ويعني عمل بيز على الانستجرام وواحدة على بيز بوك وكده باقي شغل ينزل حاجات اللي أعمالها قبل كده ويعني أعملنا شباية سير وكده والحمد لله الدنيا مش الحمد لله هو شاب طموح ومكتهد وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفاق لي بإذن الله إن شاء الله نشكر خلافك يا فاني ألف شكرا نرجع لفكرة البيتجي بعد إيه الفكرة جات لك إمتى إن انت تعمل البيتجي وتسوق في شغلك؟ هو كانت فترة الدراسة هو زي ما يوسف قال حضرتك كده هو يوسف ده من الفريق بتاعك؟ أوه يوسف أعمل فريق بتاعه هو يوسف صاحبي أصلا معايا في الجامعة هو إحنا كنا يعني قاعدين كنا بنفكر بس كفكرة إن إحنا هنسوقه إزاي بس ما كانش فيه في دماغنا فكرة الصفحة أصلا ولا صفحة إنستجرام ولا صفحة فيسبوك ولا أي حاجة مكناش بدأنا أصلا من الصفحة فكنا بنعمله ما بيننا وما بين صحابنا حد نكتب اسمه كده فكلهم عجبهم الفكرة فهو يوسف طرح فكرة إن إحنا نعمل الصفحة فأنا ما كنتش مقتنع بها في الأول إن إحنا هنجيب بقى إزاي فولورز وكده وناس بس بعد كده عملته يعني والحمد لله الموضوع نكحت نكحت وبرضي يا هندي ده مثال إن إنت تختار صديقك أكيد أكيد لأن إنت لو اخترت حد غلط كان زملك يعني بالزبط آه أكيد بتشجعه بعض الزميل أو صديقك بجد بشد زميله بالزبط آه يعني ما بيخليش بتفكره في الأحسن والأفضل بالزبط هو في الأول في الآخر الهدف واحد يعني هو حين الاتنين عايزين النجاح فهو أكيد بيبقى بيترحل فكرة الأحسن يعني أكيد طبعا إن إنتوا بتعودوا مع بعض وتفكروا في الأحسن وكل واحد برأيه وفي الأخر بتوصلوا الحل لوسط ما بين تنتم اللي اتنين صح أكيد طبعا برضو يا أحمد أنا كنت عايزة أعرف فإن شاء الله في إيه خطتك في الفترة اللي جاية الخطت في الفترة اللي جاية إن إحنا عايزين نوصل الصبح الأكبر قادر ممكن من الناس نسوقها بشكل أكبر ننتج مرسيل أكتر وأشكال كتيرة عشان إحنا الفترة الأخيرة كانت فترة انتحانات فما كناش أنتجنا كنت متوقفين شوية بالزبط كنا متوقفين يعني فعايزين ننتج الفترة اللي جاية أشكال جديدة وكده وعايزين فيه أفكار جديدة عندنا مش الشكل المعتاد اللي إحنا بنعمله اللي هو المرسال فيه عندنا أشكال جديدة بس لسه ما ترحناش صراحة يعني فلسه بقى بنشوفها نترحها إزاي وخطفة برضو شركة الشحن عشان لسه ما اتفقناش مع شركة شحن دي خطفة مهمة جدا برضو إن هو لازم ما تبقاش في نفس المحافظة لازم شغلك انتشر أوه صراحة إحنا قابلنا فعلا فيه طلبات كانت برى المحافظات فكنا بنعتذر عنها عشان للأسف ما كناش بنعرف إنها نوصلها يعني أكيد طبعا إن كان صعب أهم حاجة شركة الشحن اللي إنت تتعامل معها تكون برضو كويسة أي فإحنا بندور برضو على جوزة شركة الشحن والخبرة بتاعتها عشان بعد كده نبقى سبتين معهم يعني أكيد براحة براحة هتلاقي نفسك أوتوماتيك إن فيه طلبات جاتلك في اسكندرية في اسماعالية بالزبط مع شركات الشحن هتبقى متاحة وهتوصل هنا وإن شاء الله لم تفكرتش تعلم الناس زي تكتب في الخط العربي تعلمهم تعلمهم يعني هو فيه صحاب بس يعني هما خطهم لو مثلا صحابك أنا عاوز يا حمد أتعلم منك بالزبط كان فيه تجربة كان فيه واحد صاحبي فعلا يعني عادت معايا فترة بس هو الموضوع عشان هما وعايزين يتعلموا على طول بسرعة يعني هو لو من قاعدة تنين عايز يكتب خط عربي ما عندهاش صبر ما عندهاش صبر خلص فعايز على طول الحاجة تيجي بسرعة بالزبط يعني عادة تنين مثلا عايز يكتب خط عربي فبيبقى صعب فاحنا عادت معايا مرة تنين جاي منه بس هو ما عندهاش صبر يعني فهو الموضوع بيحتاج وقت يعني بس أنا جربت يعني يعني يعلمه بالزبط اه طب هو عشان يتعلم الخط العربي ياخد قد ايه ياخد قد ايه هو عشان مثلا يتقنه لا مش سنة ولا حاجة ممكن كذا شهر يعني شهر اتنين بس بالممارسة يعني هو لو تعلم من مهاردة حاجة على حسب كبرته او لو هو مثلا الحابب ان هو يتعلمه وبالممارسة هيتعلمه على طول يعني لو طبق على طول زي ما بنقول كده هي في خلال شهر شهرين ثلاثة هيكون تعلمين ما جالكش مرة كده حد بيقولك انا نفسي ابعت مرسال حلو بس والله انا مش تاقي ولا كلمات ولا اي حاجة وعايزك تساعدني ما جالكش كده يعني؟ لا لا كتير والله حتى حتى احنا فيه يعني جزء مننا بيقعد يبتكر افكار على جنب للناس اللي هي مثلا ممكن ميكونش عنده فكرة ما بعرفش اكتب ما بعرفش اكتب او بيقولي طب طب انتو بتعمله مثلا هدايا لعيد الميلاد طب اعملني مثلا حاجة طب عايزها شكلاقي لا طب اعمل انت من عندك طب تبقى صعبة جدا فعشان كده احنا لازم يبقى فيه كذا واحد بيفكر بكذا فكرة فاحنا عندنا افكار برضو بنسيبها على جنب عشان لو حد ما عندوش اللي هو الجملة اللي عايز يكتبها ما عندوش الشكل اللي هو عايز يسلمه كده انت بتديله افكار احنا بنترحى برضو عليه عشان ما ينفجهوش بها يعني احنا بنترحى عليه لو هو عجبه حاجة منهم بيختارها لو كده كده اصلا مسلم امره اللي هو عايز يعمل الواجب يعمل الواجب بقى وخلاص بالضبط اه بس تبقى صعبة برضو يا حمد هي بتبقى صعبة جدا انت قيم انت عاوز تكتب ايه او تحس بايه بالضبط عشان هو اكيد انا مش هبقى حاسس ياري ان انا هاجي وقولك اكتب لي 1 2 3 بالضبط اكيد ولو حضرتك قلت لي اكتب 1 2 3 فخلاص انا عارفها هكتبها انا عارف انا هكتب ايه انت مش عارف فانا هعرف من ايه انا عارف هكش بكتب كل مناسبة لها كلماتها وكل مناسبة لها الحاجات الحلوة اللي احنا بنقولها فيها فطبع انا شايفة ان الموضوع مسهل يعني فيه ناس ممكن كتير قوي معانا تقول ده سهل يعني كلمتين بيكتبهم لكن انا شايفة ان الموضوع مسهل انه هو موضوع كبير اوه مضبوط كبير فعلا مضبوط كبير وضغط بيبقى ووقته اوه ووقت جامل برضو حاسة ان انت مؤثر في الدراسة او مؤثر في الشب لا اوه بالنسبة للدراسة مؤثر لا مؤثرين جامل في الدراسة اوه ماشاء الله عليك يا حمد اه يعني حلو اوه الصراحة ديت اه هي الاسب حقيقي عشان فعلا هي فترة الانلاين وكده ما كانتش برضو بتجودة اللي هي ان احنا نركز في الانلاين ونركز هي بص يا حمد السنة دي فعلا كانت سنة صعبة على كل هي كانت صعبة على كل فعلا اه لان طبعا الانلاين مهما كان الانلاين واه احنا عايزين نتقدم بس الانلاين مش هيوصل المعلومة للطالب زي الدكتور لما بيوفق قدامك وبيوصللك المعلومة فطبعا بيبقى فيه تأثير طبعا وكده بس طبعا احنا غصبا عنينا كلنا بس طبعا احنا غصبا عنينا اه فاحنا بنلجأ بقى للمجال التاني بتاعنا لحد اخرى يعني الانلاين بقى نسيب ولا احنا نشوف بقى اللي احنا نشوف بقى لحد نشوف شغلنا بقى اه اكيد فيش انت طبعا انك اخوي مفيش حدي وارث المهنة دي من اخواتي لا يعني هو محدش محدش جرب خالص يعني كل واحد في مجاله بقى كل واحد في مجاله ومحدش جرب خالص انت الوحيد اللي وارث المهنة دي اه انا الوحيد بس اللي باكت في خط عربي من والد يعني بس محدش فيه ومكل واحد ليه مجاله يعني بقى بيفتخر بيك ابني حبيبي طالع لي اطوأ احمد اول حد قالك الله خطك حلو قوي وانا عاجبني وعزاك تكتب لرسالة او تكتبله بالسامنين من محيط الاسرة اول حد طبعا اكتشف ان خط كويس والدي فبعد كده بدأت تطوره كده كنت تكتب ايه عشان كده اكتشفوا او كوروست الخط اللي هي من زمان دي نها واحنا مغاري فكنت بدأت اكتب فيها من وان وصغير فبعد كده اكتشفت ان انا عرفت بقى الخطوط الي هي دوانية الخط الديواني الخطوط كتير جدا فبدأت اكتب بالاعلام بقى اللي هي الفلومستر دي الى اللي هي من خط العربي فاكتشفت ان انا اقدر اكتب بخط كبير مش الخط اللي هو صغير مثلا رقع نسخة كده الخط العربي الكبير فهم عجبهم فطب اكتب رسالة اكتب رسالة اكتب كده يعني احنا عندنا الموهبة دي ومستفدش منها لا تعال يا احمد اكتب لنا بالضبط اه اي حد بقى عايز حاجة اكتبه اه على طول احمد موجود طب خطك بقى تسوى اجمال خط العربي خطك حلو بقى في الدراسة في كتابة امتحان زي خط العربي هو الخط العربي حاجة هو الخط بالقلم الجافع حاجة اوه وكده كده يعني هو لو خطك حلو هتكتب خط العربي بس الفكرة في السرعة يعني انا لما بكتب بسرعة ممكن يبقى يعني اسوأ شوية من ال بيبقى عشان بكتب بسرعة بس حلو منمت برضو اوه لو انا بكتب حاجة بالروحة لو بكتب حاجة مش مستعجل بكتبها يعني بخط كويس اما لو حد مستعجل مثلا بنقل ورا دكتور ولا حاجة فبيبقى لازم معاكيد لازم تكتب بقية دكتور كله بالظبط افاك اكتب اكتب بس الحمد لله انا قادر على قد ما اقدر يعني بقى بخط كويس احمد اكيد في شغلة في رسالة عجبتك جدا لحد الوقت لسه عجبتك كتبتها هي كانت اول واحد اول واحدة عملت له هو بتاع نقل سوم اوه وكان اكتر واحد علق معايا يعني كانت لحد ولا انت عملتها كده كانت فكرة يعني شبتها فكرة صراحة عن نت ونفزتها فعجبتني كانت اكتر حاجة علاقت معايا جميل جدا لأ جميل من بيرد على رسالة الصفحة يا صور هنا او هنا على الانستجرام او على الفيسبوك هو واحد بس اللي بيرد هو صاحبنا اسمه عبد الرحمن في التين بتاعنا هو اللي بيرد على الصفحة هنا حاطت رقم الواتس بتاعك او حاطت الواتساب احنا بتواصل من انستجرام والفيسبوك والواتساب طب يعني زي بيخش على الواتساب بتاعك ويتكلم هو الفيسبوك بيبقى محطوط انك تقدر تتواصل على الواتساب فهو لما يخش بيخش بيديله الشات على طول فهو يخش بقى يطلب مثلا يعني عايزة شوف الافكار اللي عندوكو كده كده الافكار اللي عندنا اصلا والمرسل موجودة موجودة على الصفحة فممكن يجيب مثلا الفكرة مشابهة عايزة يعمل حاجة زيها عايزة شيل الجملة دي ويحط جملة مكانها فبيبقى كل حاجة موجودة يعني ممكن عنده فكرة جديدة خالص يخش يخرح علينا راف مينة تقولك انا عاوز حاجة جديدة يعني ما حصلتش قبل كده ما عملتاش لحد اكون مختلف عن الجميع بالزبط حاجة جديدة خالص على قد ما نقدر بقى بنعود ننوع عشان يعني الفكرة دي ما ننفذاش تاني صعد انت والتيم بقى تفكروا اه دا عاوز حاجة مختلف بلا ببنعمل دي ونعمل دي تاخدوا اراء بعض اراء بعض طبعا هي الافكار اصلا بتيجي منهم اصلا يعني هما بيفكروا كتير غير اللي بيشتغل يعني اللي بيشتغل بيبقى مركز في حاجة اللي بيشتغل انا هشتغلوا بس بصغلاتوا الفكرة وانا هشتغل عاوز اه هما بقى يعني انا كنت في الاول عندي افكار فاعتبر نفستها كلها فهما بقى كلما بيبقى عندهم فكرة بيطرحوها فبينفذها على طول اسم البيتجي غريب ياحمق يعني قبل مختم طبعا الحلقة بتاعتي عايزة ايه هازيه لك غريب وصاحب الاسم الصاحبي كانت في سنوية عامة اسمه شعبان هو كنا عاديين طب يعني لما تعمل صفحة يعني هو كان صاحب اللي شعر علي بموضوع الصفحة نفسه من سنوية عامة وانت بفكر تام المشروع اه لا انت بنبدري يعني احنا بنبدري اوه عشان نبتدي فيه اصلا اللي من سن سنوية عامة بيرع في الشارع طبعا بس اختلاف بقى فهو احنا كن يعني فكرة الصفحة ابتدينا فيها لما يوسف قال لي عليها لما تراح الفكرة وانا قلت له ان انا مش مختنع بها اما الاسم نفسه كان من سنوية عامة كنا بنفكر ان انا لما ابتدي في الموضوع وعمل صفحة فكان صاحبي شعبان هو اللي شارع علي بالاسم ده اه يا جميل اصلا ان بعد كده لما اشتغلنا حستها انها يعني بتعبر جدا عن يعني لو حد مقدم رسالة اه 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 فيها التعديل كله احمد انا مبسوطة النهاردة اللي انت معايا انا اكتر والله وجد انت مثال الشاب الطموح المقتهد وان شاء الله مزيد من الحلقات معانا في اسرار الحياة واتمنى لك النجاح والتفاول شرفتنا يا احمد ومن نجاح للنجاح ان شاء الله وكده وسلنا نهاية حلقتنا وطبعا النهاردة حلقتنا بتتكلم عن الطموح والهدف عن الاحلام اللي ملهاش شسور ولا ليها حدود تزوروني في حلقة جديدة من برناماتكم اسرار الحياة اشتركوا في القناة